شبابنا الحلو الجميل عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا كده نحل الليسون الجديد طبعا احنا ما خلصناش الليسون كله تمام فاكيد الاسئلة كلها مش علينا فالسؤال اللي انا هعمل لك جنبيه صح هو كده لحد اللي احنا خدناه تمام اللي احنا مش هنعمل عليه صح ده لسه ان شاء الله هناخده المرة الجاية طيب اول سؤال بيقولك الويف ترانسفير اتفقنا مع بعض وإحنا في حصتنا ان الويف ترانسفير الانرجي طبعا السؤال ده اخدناه نكمل بيقولك which of the following بيقولك which of the following statement is not always correct for mechanical waves يعني هو بيقولك هاتلي حاجة هاتلي حاجة مش دايما صحة على الميكانيكال ويفز الحاجة اللي مش دايما صحة على الميكانيكال ويفز هتبقى بي تعال اقولك لي بي هو بيقولك في بي ان الملكيولز vibrate up and down طب انا كان عندي نوعين من الويف انا كان عندي transverse wave وعندي longitudinal wave التransverse wave كانت بتتحرك up and down تمام up and down واخدت معاك longitudinal waves longitudinal waves كانت بتتحرك ازاي left and right يبقى انا عندي mechanical في ميكانيكال بيتحرك up and down وفي ميكانيكال بيتحرك left and right فمش كل الميكانيكال بيتحرك up and down لان في ميكانيكال بيتحرك left and right السؤال التالت تمام برضو السؤال ده معينا السؤال التالت بيقولك if the distance between two successive points in the face for wave is equal 50 cm بص يا صديق ممكن تفتحلي definitions بتاعت الwavelength شايف الجملة دي كده كلها على بعض الجملة دي كده كلها على بعض الجملة دي كده كلها على بعض هي definition بتاع الwavelength لو انت تفتكر قلتلك ان الwavelength هي distance between two successive points have the same phase فهو بيقولك ان الwavelength 50 cm بعد كده بيسألك في السؤال يبقى الwavelength بكام يا ودي يا شاقي خلي بالك هو مديك هنا بالcentimeter وعايز الاجابة بالmeter هاخد ال50 اعملها divided 100 هتطلع معي 0.5 meter اللي هي هتطلع الاجابة number c السؤال ده برضو خدناه نكمل بيقولك sound wave travel engages as sound wave يلا sound wave بتمشي ازاي اتفقنا ان كل sound بتمشي بالطريقة longitudinal تمام نكمل السؤال اللي بعده ده مهم جدا السؤال graph بيقولك the opposite figure represent transverse wave اول حاجة قالك هاتي الامبليتود قلتلك يا صديقي لما تشوف كلمة امبليتود انسى الجراف كله وركز لي في الحتة دي الامبليتود هو المسافة من نقطة الاكوليبريم لحد الكريست اللي هو مديهلك بكام ب2 سنتيمتر اللي هي تطلع ب2 سنتيمتر بعد كده بيقولك هاتي الfrequency تمام ركز معي انا هعمل ايه عشان اجيب الفريقونسي انا عندي الفريقونسي بيساوي النمبر ديفويد التايم حلوة او تعال انطلع التايم وتعال انطلع النمبر انا من الجراف هغش التايم دوت بكام ب8 بس خلي بالك اليونت اللي هو مديهلك ديت ايه ديت ميلي ساكند طب صديقي انا بشتغل بالساكند ولا بالميلي ساكند انا بشتغل بالساكند فانا هحولها من الميلي ساكند للساكند هاخد الرقم اعمله تايم ستن باور نيجاتيف ثري يبقى دوت التايم طب النمبر ادي خطوة تانية التالتة الرابعة اربع خطوات بوان ويف يبقى النمبر بتاعي بوان يبقى انا كده هقول ان الفريقونسي بتاعي اكوال النمبر اللي هو بوان ديفايد التايم اللي هو 8 باي تين باور ثري هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك 125 هيرتز اللي هي هتطلع معاك الاجابة نمبر بي والسؤال دوت اخدناه السؤال اللي بعده السؤال السادس بيقولك in the opposite wave هتلي نقطتين ليهم نفس الفيز تفقت معاك كلمة فيز ليها كم كونديشن اتنين قطلت لك النقطة الاولانية في ويف النقطة التانية في الويف اللي بعدها وقلت لك لازم النقطتين يكونوا نفس البوزش لو انت بصيت على الرسمة هتلاقي ان A وC خلي بالك لحد هنا ويف A وC دولة نفس الفيز وهتلاقي برضو هتلاقي برضو ان النقطة B والنقطة D نفس الفيز طب الاجابة بتاعتك اللي انت هتلاقيها فين هتلاقي النقطتين اللي ليهم نفس الفيز اللي هي BUD السؤال ده معانا طيب السؤال number 7 بيقولك ايه بيقولك if the time interval between the path of the first crest and the 10th crest تعال الحد هنا نطلع النumber هقول هو بيقولك من الكريست الاولاني للكريست العاشر هقول 10 minus 1 equal 9 waves يبقى عدد الويف بكام ب9 تمام اخدت وقت قد ايه اخدت time equal 0.2 second هو طالب منك frequency frequency equal number divided time يعني equal number اللي هو 9 wave divided time اللي هو 0.2 هنعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك ب45 hertz اللي هي الاجابة number ايه والسؤال ده كمان معنا ها تمنى الدنيا تكون مش والاسئلة تكون الى حد ما واضح السؤال اللي بعده بيقولك the opposite figure represent the relation between the vertical displacement d of one medium particles and the time t هو بيقولك if frequency of wave هو بيقولك لو frequency بتاعتك equal 50 hertz هو بيقولك هات time between a and b هو عايز time من a لل b بص يا صدي هو عايز time صح انا معايا frequency تقدر من frequency تجيب للperiodic time مش انا عندي ان الperiodic time بيساوي one divided frequency يعني الperiodic time equal one divided frequency اللي هو بكم ب 50 يبقى انا كده طلعت ان الperiodic time هيساوي one over 50 ده كده الperiodic time حلوة او طب من ال lb ده وقت خطوة واحدة بس فاكر كنت كاتب لك ايه بص من lb ده وقت خطوة واحدة بس وهو الperiodic time اربع خطوات فانا لو عايز اجيب وقت الخطوة الواحدة بس كنت بقول لك خد الperiodic time اعمله divided four عشان اجيب وقت خطوة واحدة بس طيب انا 200 هتطلع معاك بone over 200 نكمل اه تعالوا كده نقفل ديت مش حلو اوي راحي كده تعالوا نكمل اسئلة مع بعض والسؤال ده برضو احنا اخدناه يبقى يتحل سؤال number 9 بيقولك a girl dropped a stone in a water تمام يعني بنت كده رامت حجر في المية وابتدت تشوف حاجة ان كل 18 wave يعني عملت number الnumber دوت 18 wave كانوا بيغبطوا في وقت كانوا بياخدوا وقت الوقت ده كان بيساوي 10 seconds جميل جدا بيقولك if the distance between every two successive christ is 12 centimeter خلي بالك خلي بالك خلي بالك the distance between two successive christ that definition بتاع wave length that definition بتاع wave length يعني هو هنا في السؤال كأنه بيقولك ان wave length على طول كام ان wave length equal 12 centimeter طب هو هنا بيسألك على wave length يبقى انا عندي 12 في واحدة فيهم هتنفع تاني حاجة وعايز frequency يلا frequency equal number divided time يعني هتساوي number اللي هو ب 18 divided time اللي هو 10 يعني هيطلع معك ب 1.8 hertz 1.8 hertz يبقى الاجابة بتاعتي number c السؤال ده برضو معايا نكمل السؤال اللي بعده بيقولك ايه بيقولك which of them is longitudinal waves خلي بالك longitudinal waves ال vibration بتاع الميديم كالleft and right ده ال vibration بتاع الميديم طب ال direction لو الموج ابتدت هنا بتمشي في الاتجاه دوت فانهي رسمة بتاعتي صح هتلاقيها الرسمة بي اللي هي فين فين دوت السهم دوت اهو اللي هو direction of wave propagation والسهم اللي هو رايح جاي دوت اللي هو direction of molecular vibration والسؤال العاشر برضو معايا نكمل 11 بيقولك in the opposite figure a longitudinal wave propagate in a spring the wavelength of this wave is the distance هو بيقولك هاتلي الwavelength كنت بقولك ان الwavelength هو distance between center of two successive compression او to successive rarefaction تعال انا اخدهم واحدة واحدة اول واحدة بيقولك من البي للكيو من البي للكيو شغالة تنفع اه ماشي بيقولك اتنين بي كيو هاخد البي كيو ديت اعملها times two طبعا ما تنفعش قالك x y divided two هاخد من ال x لل y وعملها divided two طب من ال x لل y انت بتقولي يا عم انت طب من ال x لل y برضو ما تنفعش يبقى مين اللي تنفع اللي تنفع معايا هي البي كيو طيب بيقولك when two different toning fork of different frequencies vibrate in air zero waves have لو انا عندي اتنين toning fork يعني دي toning fork ودي toning fork تانية والي اتنين في الهوى دي بتطلع sound ودية بتطلع sound waves تمام ايه اللي يحصل تمام خلي بالك وده ماشي في air وده ماشي في air فاكر لما قلتلك عند ال example بتاع العصفورة والرجل اللي واقف بيغني لو انا بطلع sound والعصفورة بتطلع sound انا صوتي ماشي في air والعصفورة صوتها ماشي في air يبقى احنا اللي اتنين عندنا the same speed طيب طيب تعالوا نكمل السؤال اللي بعده جميل قوي بيقولك the opposite the opposite represent the relation between the displacement of medium d and the propagation distance يعني دي distance اللي الويف بتمشيها for a transverse wave يعني دي المسافة دوة المسافة اللي الويف مشيتها هو ما حط لقش time بيقولك if the frequency of this wave the frequency بيساوي 80 hertz هو بيقولك هات الspeed طب انا عندي قانون الspeed ايه انا عندي ان الvelozity او الspeed بتساوي الwavelance by the frequency تعالوا من الجراف نجيب الwavelance الwavelance كان ايه هو كان distance الwavelance distance كنت بقولك هو distance moved by one wave تعالوا نشوف الموجة الواحدة مشت مسافة قد ايه ادي خطوة التانية التالتة الرابعة لحد هنا اللي هو بكام الwavelance هيطلع ان الwavelance equal 8 centimeter حلوة اوي بس خلي بالك يا صديقي هو هنا مديك الvelozity الاجابة بالmeter فانا هاخد الwavelance احوله من centimeter للmeter هقول ان الwavelance equal هاخد ال8 تعملها divided 100 يعني هتديك 0.08 meter خلاص يبقى كده السؤال تحل هقول ان الvelozity equal الwavelance 0.08 بايل اللي هو بي 80 هنعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك ب 6.4 meter per second اللي هي هتطلع معاك الاجابة number c سؤال 14 بيقول a girl a girl stood on the beach to watch the waves she observed that every two seconds يعني هو بيقول عدد اربع موجات خبطوا حلوة او بعد كده بيقولك and each wave has length each wave has length كلمة each wave has length يعني كل موجة طولها يعني كل ده على بعض اللي هو الwavelance ده طول الموجة كان بكام كان ب 0.5 meter هو بيقولك هتلي الwave speed الwave speed الvelozity equal الwavelance by الfrequency طب انا الwavelance معايا معيش الfrequency تعالوا نجيب الfrequency الfrequency بيساوي number divided time الnumber اهو before والtime اهو ب2 هتطلع معاك الfrequency equal 2 تعالوا بقى كده نجيب الwave speed الvelozity equal الwavelance قد الwavelance اهو معايا 0.5 times الfrequency طلعت الfrequency ب2 هنعملها بالكالكوليتور هتطلع 1 meter per second هتطلع 1 meter per second تعالوا نكمل انا مش عايزك تزهق ولا تميل ده احنا لسه كده بايه بنقول يا هادي لسه بنقول يا هادي طيب جميل او بيقول لك if the frequency of a wave which is moving in a medium decrease to the half ايه اللي يحصل لو الfrequency ال لله خلي بالك كنت انا بقول لك ان العلاقة اللي ما بين الfrequency والويفلانس inversely proportional inversely proportional يعني inversely proportional يعني الfrequency inversely proportional مع الويفلانس فلما الfrequency L من اللي كان بيزيد الويفلانس يزيد طب لما الfrequency L للهال يبقى الويفلانس يزيد للدبل هيزيد للدبل the ويفلانس would increase to double طب خلي بالك اللي سبيت تتغير لا اللي سبيت ما بتتغير لان اللي سبيت بتتغير لما بغير الميديم هنا قال لك غيرت الميديم لا هنا frequency وويفلانس الويفلانس L الfrequency يزيد ده L للنص ده يزيد للدبل اللي هي تطلع معك الاجابة number A طب السؤال اللي بيقولك if the opposite graph shows the relation between the speed and the ويفلانس for two waves of the same type A and B they propagates through different medium يعني أنا عندي واحد اسمه A والتاني اسمه B كل واحد ماشي في ميديم مختلف عن التاني طب هنا هنا مين اللي فوق velocity ومين اللي تحت wavelength تعالوا نجيب اللي اللي slope بتاعي بيساوي اللي فوق divided اللي تحت اللي فوق اللي هو velocity اللي تحت اللي هو wavelength فاكر احنا قلنا واغدين واغدين triangle كده بيقولك ان velocity بيساوي wavelength by frequency فانا لما اخد فوق velocity وتحت ال wavelength دول كده اللي slope دوت اللي هو frequency فانا بقى كده عندي A بقى عندي frequency بتاع A ودوت B عندي frequency بتاع B طب مين الاكبر تمام اللي angle بتاعته اكبر هو الاكبر بمعنى بص A كل دية الانجل بتاعة A لكن dية الانجل بتاعة B تمام يبقى ده معناه ان slope بتاع يبقى كبير للحاجة اللي angle بتاعتها كبير طب مين الانجل الاكبر هتلاقي ان الانجل بتاعة A اكبر من الانجل بتاعة B فده معنا ان اللي سلوب بتاع الا اللي هو الفريقونسي بتاع الا من الفريقونسي بتاع البي اللي هي تطلع معك الاجابة نمبر ا السؤال اللي بعده بيقول لك يعني هو بيقول لك هو بيقول لك مين في دول عنده اكبر سبيد اكبر سرعة خلي بالك دين مسافة اللي هو بيمشيه دية المسافة دية الدستانس اللي هو بيمشيه بص يا صديق كنت انا بقول لك ايه كنت انا بقول لك ان الفلوزتي بتبقى كبيرة لما الويفلينس يبقى كبير طب انا عندي جراف ايه بي سي دي الجراف اللي عنده اكبر ويفلينس هو الجراف اللي عنده اكبر سرعة طب ركز معاي هنا خطوة التانية التالتة الرابعة هنا كده ويفلينس يعني من هنا لهنا انا مشيت بص الويفلينس هنا كانت عاملة ازاي كل دوت طب يلا نحسب اللي بعدين خطوة التانية التالتة الرابعة بص ده ويفلينس لحد هنا انا عملت ويفلينس طب يلا تاني خطوة التانية التالتة الرابعة لحد هنا الويفلينس لحد هنا الويفلينس خطوة التانية التالتة الرابعة لحد هنا الويفلينس مين أكبر ويفلنس فيهم أكبر ويفلنس هو الجراف A أكبر ويفلنس هو اللي لي أكبر velocity اللي هو الجراف نمبر A سؤال 18 بيقولك the opposite figure show a wave which is traveling through medium X then it move to another medium Y يعني عندك الموجة هي كانت مشية في الـ X بعد كده راح تمشيت في الـ Y so the ratio between the speed of the wave in medium X يبقى هو عايز لما يقولك كلمة ratio يحط علامة ratio هو عايز الـ velocity في الـ medium X للـ velocity في الـ medium Y تبركز معايا يا صديق كنت أنا بقولك العلاقة اللي ما بين الـ velocity والـ wavelength direct لما الـ wavelength يبقى كبير الـ velocity تبقى كبيرة لو أنت بصيت في الـ medium X هتلاقي الـ wavelength كبير طب في الـ medium Y الـ wavelength سأل يبقى ده معناه ان الـ velocity في الـ medium X كبيرة لكن الـ velocity في الـ medium Y صغيرة لما تحط حاجة كبيرة على حاجة صغيرة تطلع إيه هتطلع معاك greater than one طيب سؤال 19 بيقولك بيقولك if the terminal of a spring is being moved to make a transverse wave of wavelengths تعالا كده نكتب الـ given بتاعنا الـ wavelength بتاعك بكام بيقولك ان الـ wavelength بتاعك بـ 30 cm and periodic time هو مديك الـ periodic time على طول ادي الـ periodic time equal 0.1 second ادي الـ periodic time بيقولك since the terminal of the spring is being moved to make longitudinal wave يعني هو كان بيعمل transverse wave وابتدى يعمل ابتدى خليته يعمل longitudinal wave قالك الـ longitudinal wave of periodic time يعني ديت ديت تعالا بس كده نوضح الأمور تان بص هو أنا كان عندي سوستة كده السوستة ديت كانت بتعمل ايه كانت بتعمل transverse wave تمام كانت بتعمل transverse wave كانت بتعمل transverse wave هنكتب مع بعض كانت بتعمل transverse wave transverse wave ديت الـ wave لنس بتاحها كان بيساوي 30 cm والperiodic time بتاحها كان بيساوي 0.1 second مسكت السوستة ديت وابتدت أخليها تعمل longitudinal wave تمام بقيت بتعمل longitudinal wave تمام جميل جد الـ velocity بتاعة transverse wave كنت أنا واخد قانون للـ velocity بيقول لك إيه بيقول لك إن الـ velocity بتاعتي بتساوي الـ wavelength divided الـ periodic time إحنا واخدين طلع قوانين للـ velocity كنا واخدين قانون إن الـ velocity بتساوي x over t أو الـ velocity بتساوي الـ wavelength over periodic time أو الـ velocity بتساوي wavelength by frequency أنا هاخد القانون دوت هقولها تساوي يلا الـ wavelength بكام by 30 will هشتغلها بالسنتيمتر عادي عشان الإجابة هنا برضو بالسنتيمتر وهو مديك الـ time بكام by 0.1 هنعملها بالـ calculator هتطلع معاك إن الـ velocity بتاعتك by 300 الـ velocity by 300 وهو بيقول لك إن الـ 2 عندهم نفس الـ velocity يعني الـ velocity بتاعت اللونجتيودون الـ wave برضو by 300 طب ما خلاص ما سؤالت حل معايا الـ velocity ومعايا الـ periodic time وعايز الـ wavelength هقول إن أنا عندي الـ velocity equal الـ wavelength divided الـ periodic time أنا عايز أجيب الـ wavelength هقول كده إن الـ wavelength equal الـ velocity by الـ periodic time الـ velocity اللي احنا طلعناها بـ 300 times الـ periodic time اهي اللي هي بـ 0.2 هنعملها بالـ calculator هتطلع معاك بـ 60 سنتيمتر هتطلع معاك بـ 60 سنتيمتر كان سؤال تقيل شوي بس من الأسئلة المهم نحل السؤال number 20 بيقول لك a wave of frequency frequency 1 and wavelength wavelength 1 propagate in medium with speed V1 يعني أنا كانت عندي wave ليها frequency 1 ليها wavelength 1 وليها velocity 1 بيقول لك if this wave travel from this medium to another medium معنى إن الـ wave غيرت الميديم ركز معايا ده معنى إن frequency هتفضل سبتة مش هتتغير frequency في الميديم الجديد مش هتتغير لكن wavelength يتغير والvelocity كمان هتتغير الـ wave length الجديد هتغير والvelocity هتتغير هو بيقول لك إن الـ speed بقى 2 over 3 الـ speed بقت 2 over 3 طب خلي بالك كنت أنا بقول لك إيه كنت أنا بقول لك إن الـ velocity والـ wavelength يزيدوا مع بعض أو يقلوا مع بعض يعني لو الـ velocity بقى 2 over 3 الـ wavelength هو كمان هيبقى 2 over 3 بس خلي بالك frequency هيبقى constant الفريقونسي مش هيتغير فأنا لما أجل أختاري الإجابة هختاري الإجابة بي قالك the frequency remains constant طبعا الفريقونسي مش هيتغير والـ wavelength هيبقى 2 over 3 ما الـ wavelength بتاعي هيبقى زي الـ velocity الـ velocity قلت 2 over 3 الـ wavelength كمان هيقل لي بقى 2 over 3 سؤال 21 بيقول لك 2 sound wave الفريقونسي الأولاني 512 and 256 propagate in a 13 medium أول حاجة بيقول لك the ratio between 0 wavelengths تبركز معي أنا عندي الفريقونسي الأولاني بيساوي 512 الفريقونسي التاني بيساوي 256 هو عايز reach ما بين الـ wavelength بتاحهم يعني هو عايز منك الـ wavelength الأولاني divided الـ wavelength التاني طب العلاقة اللي ما بين الـ wavelength العلاقة اللي ما بين الـ wavelength والFrequency inversely proportional فانا اقول wavelength 1 divided wavelength 2 equal Frequency 2 divided Frequency 1 مستر انت ليش قلبتهم لان العلاقة اللي ما بين هم inversely equal Frequency 2 بيكام ب256 Frequency 1 بيكام ب512 لما تحط اللي اتنين على بعض في الكالكوليتور هتديك بيكام هتديك 1 over 2 هتديك 1 over 2 بعد كده بيقول لك the ratio between zero speed هو بيقول لك ان اللي اتنين propagate in the certain medium يعني المكتين ماشيين في نفس الميديم لما المكتين يبقوا ماشيين في نفس الميديم يعني انا مغيرتش الميديم معنا ان انا مغيرتش الميديم يعني اللي ازبيد هتفضل سبتة يعني ratio بتاعتي هتديني 1 to 1 خلي بالك انا كنت بقول لك ان انا الموجة بتاعتي بتغير الموجة بتاعتي سرعتها بتتغير لما بغير الميديم وهم بيقول لك اللي اتنين ماشيين in the certain medium يعني في نفس الميديم تمام عشان كده الفلوسطي ما تتغير الفلوسطي سبتة طب لما تبقى الفلوسطي سبتة واعمل لها ratio بتاعتي هتطلع 1 to 1 نكمل مع بعض 22 بقول لك a sound wave of frequency يعني انا عندي sound الfrequency بتاحها اقوال 1512 hertz traveling from air to water traveling from air to water يعني هي تنقلت من air للwater if the speed of the sound in air by 340 meter per second and the in water is 1360 so the frequency of the wave بص يا صديق هي الموجة كانت ماشية في الهوى بعد كده نزلت مشيت في المية هي غيرت الميديم لما بغير الميديم الفريكونس بيتغير ولا الفريكونس سابت الفريكونس بتاعي سابت الفريكونس بتاعي ما بيتغيرش يعني لو الفريكونس اللي مكتوبة باللازرق دي هي فيها شوية زكاء هاي ليفل سي كده تمام بيقولك the opposite graph show the relation between frequency add frequency اهو and the wavelengths وadd the wavelengths for different toning fork which vibrate in air يعني انا عندي toning fork والtoning fork vibrate in air so the value x هو عايز يعرف x دي بكام يعني هو عايز هنا مديك ال x مديك ان frequency بتاحها ب 100 ب 170 هو عايز يعرف wavelength بتاحها بكام تبركز معي تعال ناخد النقطة الاولانية دي تعال كده نركز مع بعض على النقطة الاولانية دي frequency بتاحها بكام هقول كده ان frequency بتاحها equal 850 hertz بص انا بغش من على graph هنزل 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 مع graph اهو دوت ايه دوت ال wavelength بتاحها ال wavelength بتاحها بكام ال wavelength بتاحها equal 0.4 meter تمام تيجو من هنا نجيب ال velocity هقول ان ال velocity بتساوي ال wavelength pi frequency يعني ال velocity equal ال wavelength اللي هو 0.4 by frequency اللي هو 850 هنعملها بال calculator هتطلع معي ب 340 meter per second جميل جدا تعال ناخد النقطة التانية اهي النقطة ديت النقطة ديت مديك frequency بتاحها بكام مديك ان frequency equal 170 70 وهو ال x ده ال x ده اللي هو wavelength يعني هو عايز يعرف ال wavelength بتاحها هيساوي كام خلي بالك وهو بيقول لك 2 toning fork لو انا عندي 2 toning fork ديت بتطلع sound wave وديت بتطلع sound wave ودي ماشية في air ودي ماشية في air ده معنى ان velocity بتاع toning fork هيساوي velocity يعني الاثنين نفس السرعة يعني انا هقول ان velocity هنا هتساوي كام velocity هتساوي 340 طب انا معايا frequency ومعايا velocity وعايز wavelength يلا كنا واخدين triangle كده جميل بيقولك ان velocity هي wavelength by frequency انا عايز اجيب wavelength هقول ان wavelength equal velocity divided frequency يعني هتساوي 340 divided 170 هنعملها بال calculator هتطلع معاك ب2 meter هتطلع معاك ب2 meter ركز معايا الله يخليك في السؤال الجاي دو لان السؤال الجاي دو هاي level ها من الاسئلة الهاي level البيخ بص بيقولك ركز بقى معي بيقولك ومسك قلمك ورسم معايا بيقولك the vertical distance يعني ايه vertical اللي هي المصافة الطولية كده بيقولك the vertical distance between christ and trough يعني ركز معايا كده ادي ادي crystal trough اللي هي transverse wave ادي transverse wave اهي هو بيقولك ايه هو بيقولك هو بيقولك في السؤال دو ال vertical distance ادي christ واد trough ال vertical distance يعني المسافة الطولية المسافة الطولية من crystal trough اللي هي المسافة ديت المسافة ديت ها بس خلي بالك مش الحتة ديت المسافة ديت كانت amplitude طب والمسافة ديت برضو amplitude يبقى vertical distance between christ and trough الجملة دي كده على بعض معناها كم amplitude معناها اتنين amplitude بيقول لك اين a transverse wave equal يبقى انا عندي اتنين amplitude equal the horizontal distance الhorizontal اللي هي المسافة بالعرض كده the horizontal distance between zim يعني ايه الhorizontal distance between zim يعني انا هاخد النقطة ديت والنقطة ديت المسافة الhorizontal ديت طب انا عملت دي خطوة دي التانية المسافة الhorizontal ديت اللي هي قد ايه اللي هي نص wavelength اللي هي هتساوي نص wavelength طب تاني تاني عشان انت مش متخيلها نتخيلها ونعملها مع بعض وبعد اذنك ارسم معايا ارسم معايا ارسم معايا ارسم معايا ادين عمال اقول وعيد وزيد ارسم معايا عشان دي مسألة مش هتتحل غير 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 لما هترسمها يلا تاني انا عندي transverse wave ادي transverse wave هي رسمته تاني علشان السؤال دوت مش هيتحل غير بrelation دي هو بيقولك الvertical distance between الكريست والترف اللي ورا على طول ادي الكريست ودي الترف تمام الvertical distance اللي هي المسافة دي طيب من هنا لهنا ده amplitude ومن هنا لهنا ده amplitude يبقى المسافة الvertical ديت هي كنين amplitude بعد كده بيقولك and horizontal distance between them ادي اهو و ادي اهو دي كده المسافة الhorizontal اللي ما بينهم ديت كده اللي هعملها بالله دي المسافة الhorizontal اللي ما بينهم طب المسافة الhorizontal اللي ما بينهم انا من هنا الهين مشيت ادي خطوة ادي التانية يعني انا مشيت نص موجة نص ويفلنس يعني هو بيقولك ان اللي اتنين amplitude بيسوي نص ويفلنس دي relation كده احنا طلعناها طب هستفيد منها بايه تعال كده نبروزها كده ونشوف ممكن نستخدمها في ايه بيقولك if the speed of the wave هو بيقولك ان اللي speed بتاع الويف بيساوي 3.2 meter per second and the frequency وهو بيقولك ان الfrequency بيساوي 16 hertz هو بيقولك so the amplitude equal هو عايز يجيب الamplitude حلوة او جميل جدا تعالوا من الاتنين دول نطلع الويفلنس انا كنت اواخد معاك كنت اواخد معاك ان ال ويفلنس بيساوي الvelocity divided الfrequency الvelocity اللي هي ب3.2 divided الfrequency اللي هي 16 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك ب0.2 meter هو بقى عايز الamplitude ركز معايا ركز معايا من الريليشن اللي احنا عملناها هقول ان الاتنين amplitude بيساوي نص الويفلنس يعني اتنين amplitude هي ساوي نص في هشي للويفلنس وحط ما كان 0.2 وحل ديت equation هتطلع معاك ان الamplitude بيساوي كام بيساوي 0.05 meter 0.05 meter صعبة لا مش صعبة مش صعبة خالص على فكرة بيساوي سؤال number 25 بيقولك في الميديم الجديد انا عايز بس اقولك حاجة عارف الكلام ده معناه اي معناه ان الويفلنس في الميديم الاولاني كان بويفلنس لما السرعة بقت ب2 V الويفلنس برضو بقى ب2 ويفلنس ماهو لما الويفلنس تزيد للدبل الويفلنس هو كمان هيزيد للدبل تمام طيب من الميديم الاولاني تعالا نشوف الويفلنس بكام ادي خطوة تانية بص نص الموجة بواحد التالت الرابعة الموجة كلها بقت بكام الموجة كلها بقت ب2 يعني الويفلنس الاولاني الويفلنس الاولاني ب2 سنتيمتر يبقى الموجة الجديدة الويفلنس هيبقى بكام تزيد للدبل 2 باي 2 هتساوي 4 يبقى انا عايز موجة من دول عايز موجة من دول الويفلنس بتاحها بكام ب4 تعالوا ناخدهم واحدة واحدة تعالوا بقى ناخدهم واحدة واحدة أنا دلوقتي عايز أدور على ويف من دول الويف لينس بتاحها يبقى بفور تبركز معي هنا خطوة تانية التالتة الرابعة هنا نص المسافة بوان المسافة كلها تبقى بكام هنا برضو بوان سنتيمتر يبقى كلها بتو دي ما تنفعش هنا دي خطوة تانية التالتة الرابعة هنا الويف لينس كامل بوان سنتيمتر ما تنفعش طب هنا دي خطوة تانية التالتة الرابعة كده مشيت موجة كلها ب2 سنتيمتر ما تنفعش دي خطوة تانية خطوتين ب2 سنتيمتر التالتة الرابعة و2 سنتيمتر كمان يبقى كلها 4 سنتيمتر يبقى هي دي اللي تنفع تاني فكرة السؤال فكرة السؤال ان لما الفلوزيتي زادت للدبل الويف لينس هو كمان هيزيد للدبل طب لو الويف لينس كان باتنين يزيد للدبل يبقى باربعة فانا كنت بدور على ويف من دول الويف لينس بتاعها لقيت مين لقيت الاجابة نومبر دي انا عاب في اسئلة صعبة شوية بس انا يا ابني مش سايب لك سؤال انا جايب لك كل حاج ده لسه دول ده انت لسه عندك هومورك تاني في الشيط التاني الله يابني يكون في عونك بص يا صديقي سؤال 26 ده سؤال رخم سؤال بايخ سؤال غلس سؤال تنح هشرحولك وبعض ما اشرحولك هدي القانون تحلي بنوعية الاسئلة دي كلها يعني اي سؤال من النوعية دي هتحله بالقانون اللي انا هدهولك تمام بيقول لك تمام وداك الوقت دوت وداك الوقت دوت بيقول لك عارف البرق والرعد اللي بيحصل اول حاجة انت بتشوف الضوء وبعد ما بتشوف الضوء بعد ما بتشوف الضوء بعدها بوقت تبتدي تسمع الصوت فهو بيقول لك فرق الوقت اللي ما بين انا شفته وسمعت ده كان فرق الوقت اللي ما بين after seeing the lightning of the thunder storm بيقول لك which is at a distance يعني ده time ده فرق الوقت اللي ما بينه اللي هو بكام اللي هو 18.7498 second وهو بيقول لك distance المسافة بتساوي 6 km مبدئيا انا ما بشتغلش بالكيلومتر عشان احولها للمتر هتديني 6000 meter بيقول لك saw the speed of the sound in air هو عايز السبيد الصرعة في الair هتساوي كام وهو بيقول لك لما الصرعة بتاعة light بتساوي 3 by 10 power 8 بص يا صديقي عشان ما نعودش نرغي ونهر كتير لما تلاقي سؤال مديك مكتين ومديك فرق الوقت اللي ما بينهم ومديك المسافة هحط لك القانون القانون دو الدو قانون دو الدو دو كده القانون دو بيقول لك ايه ركز معي بص هنقول x المسافة افتح براكت one over velocity الصغيرة minus one over velocity الكبيرة اقفل البركت equal time اللي هو مديه لك ركز بقى معي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة هو مديك كم حاجة واحد اتنين تلاتة اربعة تعال نشيل كل حاجة ونحط رقمها هشيل ال x واكتب مكانها six thousand هفتح براكت one over velocity الصغيرة التي هي بتاعت ال air اللي هي ال velocity بتاعت ال air ده اللي انا عايزه minus one over ال velocity الكبيرة اللي هي بتاعت اللايت اللي هي 3 pi 10 power 8 اقفل البركت equal اللي هو مديه لك اللي هو 18.74998 ساعتك هتعملي دي بال calculator عيش انت بقى بال calculator وسؤال اصلا بايخ هيطلع معك ان ال velocity بتاعت ال air بتساوي 320 meter per second بص يا صديقي اقول لك حاجتين في واحد يقول لها مستو انا مش فهم انت جبت القانون ده منين لو انت مش فهم جبت القانون ده منين في حصتنا هتجيلي وهفهمه لك طب انت راجل راي بتحب الرواءان بتحب الحاجة في كابسولة في برشامة فانا حطيت لك القانون اللي هتحل بي ده استنبة مسائل استنبة سبتة بيديك فرق الوقت يديك مسافة وسرعة وسرعة القانون بتاعي ان ده القانون سابت اكس افتح براكت one over الفلوسط الصغيرة minus one over الفلوسط الكبيرة اقفل البركت equal time اللي هو مدهولك واششيل كل حاجة وحط قمتها والسؤال ده هنحل عليه كمان سؤالين ثلاثة وإحنا ماشيين كمان شوية هنقعد نحل عليه تاني السؤال تاني رسم لك وفي الجراف رسم لك فوق الفريقونسي وone over البريودك time تمام للA وللB حلوة اول حاجة كنت بقولك نجيب اللي سلوب كنا بنجيب اللي سلوب ازاي كنت بقولك خد اللي فوق اعمله ديفايد اللي تحت اللي اتنين دولا كده مع بعض اللي هو يعني الفلوسطي فالجراف دوت اللي سلوب بتاعي هو الفلوسطي بتاع الA والفلوسطي بتاع الB كنت بقولك لما الانجل تبقى كبيرة اللي سلوب يبقى كبير لما الانجل تبقى صغير اللي سلوب يبقى صغير مين الانجل الاكبر الA فده معناه ان الفلوسطي بتاع الA اكبر من الفلوزيتي بتاعة البي اللي هي تطلع معك الاجابة number a الدنيا هي ثالثة وجميلة وسهلة حاس ان الدنيا مش صعبة يعني تمام بيقولك معايا ويف اخد الطايم for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement بص هي بيقولك ايه علشان تتحرك علشان تتحرك هرسم الويف بتاعتي عادي جدا او استنى تعالى نرسمها في البندلوم هو بيقولك الويف بتاعتك لو قادي البندلوم اهو تخلي بالك النقطة دي كنا بنسميها نقطة maximum displacement طب النقطة دي كانت zero displacement لان انا لان انا عند النقطة دي انا كنت لسه ما تحركتش فهو بيقولك هو هيتحرك من maximum displacement ل zero displacement يعني هيتحرك من هنا ل هنا كده in zero point seventeen second يعني هو اخد طايم بيساوي zero point seventeen second تمام طيب الخطوة الوحدة دي تلي هي amplitude واحدة الامبليتودة الوحدة دي بتديني number كام بتديني number zero point twenty five هو عايز منك يا صديقي الفريقونسي الفريقونسي هيساوي number divided time يعني هيساوي zero point twenty five divided zero point seventeen هتعملها بال calculator هتطلع معك one point forty seven hertz one point forty seven hertz حلو جدا سؤال twenty nine بيقولك which of the following statements is wrong بيقولك هتلي جملة من دول wrong الجملة wrong اللي هي بيقولك ان الساوند travels faster in vacuum than the air ليه لان الساوند ده mechanical هل الميكانيكل بتمشي في الفاكيوم هل الميكانيكل بتمشي في اللي سبيس ولا محتاجة medium محتاجة medium يبقى عمرها ما بتمشي في الفاكيوم فالجملة ديت اساسا غلط سؤال رقم thirty بيقولك if two waves have the same frequency عندي اتنين wave عندهم نفس الفريقونسي بص انا عايز اقولك جملة لو عندي two waves مثلا هسمي wave a وwave b لو اتنين wave عندهم نفس الفريقونسي لازم 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 يبقى الاتنين wave دول عندهم نفس الperiodic time انت هتقولي لي اقولك لي لو انا قلتلك الفريقونسي هنا بتو والفريقونسي هنا بتو مش الperiodic time هو one divided الفريقونسي يعني هتساوي one over two والتانية هتساوي one over two بقى الperiodic time بيساوي الperiodic time فاحنا هنحط قاعدة لو عندي اتنين wave عندهم نفس الفريقونسي يبقى لازم اللي اتنين wave دول يكون عندهم نفس الperiodic time 31 بيقولك a wave is propagates loose base if the distance between two successive point which have the same phase is 25 سنتيمتر نفس السؤال ده definition ال wave length ده definition ال wave length طب ده definition ال wave length هو بيسألك على ال wave length هو بيقولك ال wave length يبقى بكام هيبقى ب zero point 25 meter السؤال دوات حلينا زي نكمل 32 بيقولك a uniform oscillating wave is traveling is stretch a drop of length 20 meter يعني انا معايا حبل كده معايا حبل الحبل دو طوله طول الحبل 20 meter اللي هو ال x المسافة بتاعت الحبل انا هكتب ال x المسافة بتاعت الحبل ب20 meter add a speed والموجة دي يتمشي في الحبل بسرعة add a velocity 0.8 meter per second جميل جدا بيقولك if 25 complete wave يعني لو انا عندي number 25 waves plus 10 point in 5 seconds اخذ وقت 5 seconds what's the number of complete waves across the whole rub length of the rub ركز بقى معايا انا عندي الموجة انا عندي الحبل طوله طول الحبل 20 meter 20 meter وسرعة الموجة 0.8 تيجي نطلع تيجي نطلع time يعني تيجي نشوف الموجة على ما تمشي في الحبل كله الموجة على ما تمشي في الحبل كله هتاخد وقت قد ايه كنت انا بقولك ان الفلوزتي equal distance over time طب لو انا عايز اجيب time هقول هشيل الفلوزتي وحط مكانها 0.8 equal x المسافة 20 divided time يعني time هيساوي 20 divided 0.8 يعني هتساوي لما نعملها بال calculator هتطلع معاك 25 seconds تمام ده الوقت الكل بتاع المجات اللي هتمشي طيب تعالى من هنا تعالى من هنا نطلع الperiodic time الperiodic time بيساوي ايه بيساوي total time divided number total time اللي هو 5 النumber اللي هو 25 يعني هيديك ايه هيديك 1 over 5 خلي بالك الperiodic time دوت هو وقت موجة واحد وقت موجة واحد فانا هقولك ده الperiodic time وده النumber انا لما مشيت موجة واحدة اخدت مني وقت 1 over 5 طب لو انا اديتك وقت 25 يعمل لك number قد ايه عشان اجيب النumber هنعمل cross multiplication هقول ان النumber هيساوي 25 divided 1 over 5 هنعمل ها بالكالكوليتور هتطلع معاك ب125 wave السؤال تقيل شوية اه سؤال تقيل شوية السؤال زي دوت لما تلاقي تقيل اعيد الفيديو مرة او مرتين وحل معايا بيدك هتلاقي الدنيا ابتدت تسلك معاك طيب سؤال number 33 بيقول لك a speaker generates sound wave which complete one vibration every three milliseconds يعني عندي السبيكر بيطلع موجة الموجة ديت بتعمل one vibration يعني هي بتعمل number one vibration every three milliseconds طب الوقت بتاع one vibration الموجة الواحدة وقت الموجة الواحدة اللي هو البريوديك يعني هو البريوديك تايم بتاح بيساوي سري ميلي سكن ماشي بيقول لك some person 170 متر away from the speaker يعني ادي عندي السبيكر اهو دي السماعة كده بتاعتي وفي واحد واقف على بعد مسافة المسافة اللي هي 170 متر 170 متر ماشي from the speaker here's the sound after هو سمع الصوت على ما قاعد يمشي ووصل له سمعه بعد وقت 0.5 second بيقول لك بيقول لك بيقول لك بيقول لك حلوة سؤال جميل وركز معي فيه ركز معي فيه انا انا هنا معايا المسافة اللي الموجة بتمشيها المسافة اللي الموجة هتمشيها 170 اللي هو ال x equal 170 متر ومعايا الوقت الكل الوقت الكل اللي الموجة وصلت فيه للراجل كانت ب 0.5 هل انا ممكن اجيب ال velocity بتاعت الموجة اطبعا ال velocity هتساوي x over t يعني هتساوي 170 divided t اللي هي b 0.5 هتطلع معاك ال velocity بتاعتك هتطلع معاك ال velocity بتاعتك ب 340 جميل جدا يبقى انا دلوقت بقى معايا ال periodic time بيساوي 3 millisecond هحولها من millisecond لل second يعني هعملها time stem power negative 3 second ومعايا ال velocity بتساوي 340 تعالوا نطلع ال wave length ال wave length هيساوي هيساوي ال velocity انا عندي القانون بتاعي بيقولي ان ال velocity بتساوي ال wave length divided ال periodic time يبقى انا عندي ال wave length هيساوي ال velocity باي ال periodic time ال velocity اللي هي ب 340 باي ال periodic time اللي هي 3 time stem power negative 3 هنعملها بال calculator هيطلع معاك ان ال wave length بتاعك بيساوي هيساوي 1.02 meter طيب هو عايز منك ايه هو عايز المسافة بتوين بتوين كمبريشن كنت انا بقولك ان المسافة دي اللي هي نص wave length يعني هو عايز منك نص ال wave length يعني هاخد نص اعمله time is 1.02 هتطلع معاك بالcalculator 0.51 meter سوري هتطلع معاك 0.51 meter تعال نحل السؤال دوت تاني عشان السؤال دوت مهم هنحل السؤال دوت تاني مع بعض بيقول لك ايه بيقول لك عندي speaker 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 دوت بيطلع صوت وفي واحد واقف على مسافة مسافة بتساوي 170 متر والصوت على ما وصل له اخد وقت قال لك اخد 0.5 second فانا طلعت السرعة بتاعة الموجة دية السرعة اللي هي ال x over t ال x اللي هي 170 divided t اللي هي 0.5 عملناها بالcalculator وطلعت سرعة الموجة ب340 دي ال velocity هو كان مديك في السؤال ان ال periodic time ب3 millisecond اللي هو ب3 by 10 power negative 3 second تعالوا نجيب ال wavelength احنا احنا كنا وغدين ان ال velocity بتساوي ال wavelength divided periodic time لو انا عايز اجيب ال wavelength هقول ان ال wavelength هي ساوي velocity by periodic time يعني ال velocity ب340 by periodic time اللي هو ب3 by 10 power negative 3 هنعملها بالcalculator هتطلع معك ب 1.02 meter طب هو بيقول لك عايز المسافة من compression to successive rarefaction يعني هو عايز نص ال wavelength يعني هاخد half اعملها times 1.02 هتعملها بالcalculator هتطلع معك بكم هتطلع معك ان المسافة اللي هو عايزها ب 0 هتطلع معك ب 0.51 meter سؤال تقيل السؤال اللي بعض which kind of wave is a wave traveling through a stretched road due to a disturbance across it يعني لو انا عندي حبل ايه نوع الحبل او لو انا معايا رب ايه نوع الموجة اللي هتمشي في الحبل الحبل دوت لما برفعه الفوق اللي تحت بيعمل لي mechanical transverse wave mechanical transverse wave السؤال اللي بعد بيقول لك the displacement time graph for an oscillating pendulum is showing pillow if the frequency of the pendulum السؤال ده حلنا زيه من شوية هو مدي ك ال frequency احنا حلنا كل ده الله ينور هو بيقول لك ان هو بيقول لك ان frequency بيساوي 60 hertz هو عايز الوقت اللي ما بين A لB طيب انا ممكن اطلع الperiodic time هو 1 over frequency يعني هيساوي 1 over 60 من A لB ادي خطوة انا كده معايا البرiodic time من L B ادي خطوة تانية تالتة تعالوا معلش نبدأ السؤال ده تاني كده من الاول بيقول لك ايه هو رسم لك graph وبيقول لك في graph ده اوه اوه يا physics يا physics ده انت هتنفخ في الترم ده هيطلع عينك ده لو ما كانش يطلع عينك اساس اللي دخلك علمي كنت دخلت ادبي اللي دخلك علمي كنت دخلت ادبي كنت دخلت ادبي frequency بتساوي 60 hertz وهو عايز منك الوقت من ال a لل b هو بيتكلم في time انا ممكن من هنا طلع الperiodic time الperiodic time هتساوي كم هتساوي 1 over frequency يعني هتساوي 1 over 60 يبقى انا كده معي ان الperiodic time equal 1 over 60 من ال a لل b خطوة التانية التالتة تلات خطوات بتديني number كم بتديني number 0 point 75 انا عايز بقى اجيب الوقت بتاع number دوت تمام طيب مشانا عندي قانون كان بيقول ان الperiodic time بيساوي total time divided number الperiodic time طلعت معي كم 1 over 60 equal time اللي انا عايزه النumber اللي هو كان ب 0 point 75 هنعمل cross multiplication هنعمل cross multiplication لما تعمل cross multiplication هيطلع time اللي انت عايزه بكام هيطلع 1 over 80 طيب السؤال اللي بعد 36 بيقولك calculate the value of x هو عايز يحسب قيمة x تمام وده مديك table وبيقولك ان table دوت لي constant speed يعني speed سبت ماشي انا ممكن اقارن الاثنين دولة مع بعض اقارن الاثنين دولة مع بعض وهو بيقولك نفس الspeed يعني ده مثلا هسميه velocity 1 و velocity 2 هنا velocity 1 equal velocity 2 نفس velocity طب لما الاثنين يبقوا نفس velocity ده معنا ايه ده معنا ان wavelength 1 frequency 1 equal wavelength 2 frequency 2 wavelength الاولاني بكم ب5 boy frequency بتاعه بكم 120 equal wavelength 6 ده اللي انا عايز اجيبه boy frequency بتاعه بكم ب40 ونعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك wavelength التانية ب15 37 بقولك when a wave move between two different medium which of the following is true يعني ايه صح لما انا بتنقل من medium لم ميديم لما بابقى ماشي لما بابقى ماشي في medium واروح medium تاني اللي بيحصل اول حاجة الvelocity بتتغير وال wavelength هو كمان بيتغير لكن الfrequency بيفضل بيفضل constant هتلاقي الإجابة دي constant فدي هتبقى هي الإجابة الصح طيب نحل مع بعض 38 بقولك a sound source generate 90 oscillation يعني هو بيعمل number النumber ده بيساوي 90 oscillation each 3 second لما كان بياخد time equal 3 second given that sound wave traveling at sound wave بتمشي بسرعة الvelocity بتاعتها بتساوي 340 meter per second in air بيقولك calculate the distance between center of rarefaction and successive compression جميل جد يعني هو بيقولك هاتلي الويفلنس الأول وتعال نشوف بعد ما نجيب الويفلنس اللي هيحصل فيه أنا من المعلومتين دول ممكن أجيب frequency frequency بيساوي number divided time number اللي هو 90 time اللي هو 3 هتعمل على calculator هتطلع معك بكم هتعمل على calculator هيطلع معك N يبقى frequency بتاعي هيطلع بكام هيطلع ب30 تمام طب يلا نجيب أنا عندي triangle كده بيقولك إن velocity بيساوي الويفلنس by frequency أنا دلوقتي عايز أجيب الويفلنس هقول كده إن الويفلنس هيساوي velocity divided frequency الويفلنس اللي هي ب340 divided frequency اللي هي 30 هتعمل ها بالcalculator هيطلع معاك ب11.3 طب هو عايز الويفلنس هو بيقولك المسافة ما بين rarefaction and successive compression كنت بقولك المسافة من rarefaction لل compression اللي ورا على طو ده نص ويفلنس يعني هقول ده نص half الويفلنس يعني هتساوي half by 11.3 هتعملها بالcalculator هتطلع معاك الإجابة number b السؤال اللي بعده 39 بقولك what's the range of wavelengths of sound a human ear can hear under water knowing that the range of the frequency يعني هو عندي إنسان بيسمع frequency 20 بيسمع من 20 ل frequency 2 by 10 power 4 وهو بيقولك إن السرعة بتاعتك هو بيقولك إن الفلوزيتي بتساوي 1 500 500 meter per second هتلي range الوافلنس طب تعال من هنا نجيب الوافلنس الوافلنس هيساوي إيه هيساوي الفلوزيتي divided الوافلنس الوافلنس divided 20 هنعملها بالكالكوليتور هتطلع معك بي 75 meter تعال هنا نجيب الوافلنس الوافلنس هيساوي الفلوزيتي divided الوافلنس الوافلوزيتي اللي هو 1500 divided الوافلنس 2 by 10 power 4 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معك ب0.075 ده الرينج اللي أنا بسمعه ده الرينج اللي أنا بسمعه تمام يبقى أي حاجة فيها 13 ما تنفعش اختار B ولا C B بيقولك بسمع من 7.5 meter ل75 لا أنا بسمع من 75 meter ل0.075 meter اللي هي هتطلع معك الإجابة number C دوة meter صح وهو أخد ديت من الم meter حولها للم meter يا رب تكون الدنيا ماشية وسلكة معاكم مش عايزك تتعقد أقولك حاجة تعالى نختم الفيديو دوة كده وبعد كده نبدأ فيديو جديد علشان ما تمليش مني ترجمة نانسي قنقر